السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة مريم فلوكسي اشتركوا وفعلوا زر الجرس بجني مصلكم اي جديد اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم هذه البريوات بزوج حشوات مختلفين بالتجاج نتمنى من انكم تتبعوا على فيديو الاخر باش تشوفوا طريقتي في تحضير البريوات خليكم على فيديو بالنسبة على البريوات اللي مالحين غادي نحتاج واحد نصف كيلو من صدر الدجاج اللي هو طحنته كفتا يعني كيكون من طحون على شكل كفتا وعندي هنا بصلة مشلدة وعندي زيتون اخضر وتقريبا واحد ربع حامضة مصيرة وعندي هنا قصبرو مع دنوز والتوابل عندي ابزار ملح خرقوم وفلفل احمر وفصمنتوم واعشاب مونسيما دعبة غادي ندوز باش انطيب هاد الحشوة في نقيلة غادي ندير زبدة واحد المحلقة كبيرة من الزبدة او زيت زيتون ملء احسن زبدة او زيت زيتون لانا مكيعطي واحد من نكهة زوينة في البريوات سوف نشحر هذي كلبصلة وغادي نضيف عليها الكفتا ديال الدجاج غادي نخليها كطيب واحد كد نضيف المكوينة الاخرى التوابل وزيتون وفصمنتوم التوابل كلها اللي اذكرت من قبل وكننخليهم حتى كيطيبهم زيان كيتشحروا على نار مهيلة وهكا كيكونوا واجدين باننا غادي نعمروا بهم ان شاء الله البريوات هذي الحشوة الديدة ويمكن تضيفوا لها الشعرية السينية اللي بغيتو انا ما كاتعجبنيش ما غادش نضيفها ويمكن كذلك تضيفوا لها اي حاجة بغيتو مثلا الخضراء او انتو ما على حسب الرغبة وعلى حسب شنو كيعجبكم تاكلوه في البريوات يعني ماشي ضروري انكم تكسابوه فقط بهذه المكوينة يمكن تضيفوا القرع الاخضر او الجازر محكوك او يمكن شعرية فيرميسيل شعرية الصينية كيعطيو احتهما للدزوينة بالنسبة كل اللي ما كياكلهمش يعني كل واحد كيدير ذاك شي اللي كيعجبوه ياكل يعني ماشي ضروري انك تدير هذي كل الحشوة اللي دهرها هذ شخص يعني انا شارك سنبعكم هالطريقة هذي كجيل ديدة يعني ما كيجيش فيها لشين ماداق مختلف سافيك نستمر بهالطريقة باحتك تطيب الحشوة تماما وكتكون ناشفة من الماء يعني ما كتكونش فيها الماء وصع فيها كتكون الحشوة واجدة عندي باش غادي انعمرها نعمر البريوات ان شاء الله هنا كيف مشو عندي الحشوة وعندي ورقة البستيلة عندي نصف كيلو من الورقة كيف مشو كنغطيها مزيان باش هكا ما يضربعش البرد بالنسبة للحشوة ديالي انا غادي نضيف لها فخوماج لافاش كيري ويمكن ديروا فرماج محكوك يعني ما شي ضروري الفرماج محكوك إلا ما متوفرش نستعملوا لافاش كيري كيعطي فيها واحد الماداق اللي بزاف سافي غادي نستمر بهالطريقة ان شاء الله غادي نعمر البريوات ديالي كيف مشو هنا يا عندي زيت نباتية باش غادي ندهن وهذاك النصف ديال انا عندي ورقة كبيرة الورقة ديالي كبيرة قسمتها على النصف ونصف غادي نقسموه على جوج انتم معين كوم ميزان كوم مغيتوا تعبروا باش يجيكم القياس انا خديت القياس ديالي كيف مشتو سافي غادي ناخد الورقة الاولى اللي قطعت جيها الناشفة غادي نديرها من الفوق وغادي ندهن بالزيت النباتية وكندير كمية من الحشوة كيف مشتو يعني انا غادي انتقل على فيديو كيف ما كتشوفو بشوية باش هك يعني تعرفو كيفش كتطور بريوة هي ساهلة يعني ما مشيش حاجة صعيبة يعني خاص غير الخاطر كيف مشتو هدك القنط اللي اعلى ليسر هو اللي جبتو على ليمن لها الطريقة وإلا حسيت بشي بلاسة خاوية كنزيد فيها شوية باش هكا تجيني البريوة عامرة ما جيش فيها غير الورقة يعني ضروري ان البريوة جي فيها الحشوة سافي وكنقلب لجيها الاخرى وكنقا غادة هكا كل مرة ليمن ليسر ليمن ليسر وكنضغط وكن كيف بهكا باش يكون الجوانب عامرين و هكا البريوة كتكون معايا واجة كيف ما كتشوفو الشكل ديالها يعني ساهلة ما كتاخدش الوقت بزا بالنسبة باش غادي نصدها أبيض البيض فقط غادي نصدها غير بأبيض البيض بالنسبة الورقة يعني يمكن تكون طريقة ديال نفس نهار أو يمكن تكون ديال ليلة قبل أنا يعني جبتها البارح واخدت بها حتى اليوم درتها في تلاجة واخدت بها اليوم موقع اليوم غير غطيوها مزيان باش هكا ما تنشفش و هكا البريوة كتكون واجدة طبي غادي ندير معكم واحدة أخرى هكا باش شوفوا الطريقة مزيان و هكا غادي نستمر حتى نكمل البريوة ديالي عمروا الجواني بأوزيروا باش هكا البريوة تجينا من القناة مقادة ميجيش شي خاوي و شي عامر يعني إي بلاسة بان لكم خاوية عمروها و بالحشوة و إي لا بقوا لكم شئ جوانب هكا يعني زي ديني ممكن تقطعوهم بالمقص أو تلسقوها بأبيض البيض أبيض البيض كي يلسق مزيان يعني ما كيخليهاش كتفتح في الفران أو في القلي احسن من الدقيق يعني كتل أبيض البيض كيخلي الورقة ملاسقة مع بعضياتها سوف نستمر بها الطريقة سوف نكمل البريوات ديالي كاملين إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر قمت بها الطريقة قمت بها الطريقة قمت بها الطريقة تقمت بها الطريقة جميلة و بالنسبة للحشوة الثانية اللي غادي تكون حلوة مالحة لدينا كيلو ونصف من الدجاج وعندي بصلة ونصف مشلدين وعندي واحد المعلقة كبيرة من قصبر ومعدنوز والتوابل عندنا ملح إبزار خرقوم فص منتوم سكنجبير ودامة ديال جاج ودامة ديال زعفران بالنسبة للخرقوم ما تكتروش حيتاش غدي انضيفه دامة زعفران كتتعطي اللون سوف ينضيب هاد جاج طيب دياله سهد بلا ما نحتاج أن نعطيكم لدي طيب طيب دياله سوف نضيف زيت زيتون ونضيف الدجاج والبصل ونضيف توابل كل طيب انا كنضيف معهم سمن واحد المعلقة صغيرة للسمن هكا كيعطي واحد لدى الدجاج كي تبدل معدق دياله يعني وخا تكونوا هجبتو الدجاج يعني ما مرقدتوش للاقبل في الاقامة يعني فقط سمن كيعطي واحد لدى ضروري كنضيره في البصلة كيعطي واحد المعدق سوف نخلي هاد المكونات يتشحروا حتى يطيب الدجاج ان شاء الله وعد غدي نرجع باش نشوفوا الضغميره اللي غادي نضيفه لها البيض يعني على طريقة ديال البصلة يعني ما كتختلفش ابدا غي هادي ما كنديروش فيها اللوز وما كنكتروش فيها البيض يعني فقط زوجي البيضات فقط كافي هكا كيعطي واحد لدى زوينة كتجي ديك الدغميره مع سلا يعني ما كيجيش مادق البيض نهائيا ويمكن ما تضيفوش يعني ما جي ضروري انكم تضيفو البيض يعني ماشي ضرور فقط هذيك الدغميره والجاج من اللي كيطيب كاتفرتو صافي اهنا يضبت واحد كأس من الماء كأس لاروب ما تكتروش الماء حتى شرب سلاكة تطلق الماء وحنا بغينا هذيك الدغميره تجي ناشفة وجي مع اسلة كيف ما كتشوفو انا عسلة همديان هذي اهنا يضبت مع القديل السمن وغادي تشو معي الطريقة ديال الضغميره هنا من بعد ما طاب الجاج حيتو من من الاناء اضفت هنا واحد زوج مع لقم السكر كيف تكتليكم هذيك الدغميره تجي معسلة وناشفة هماما من الماء وغادي نضيف واحد نصف ملعقة من القرفة سابقا غادي نخلي المكونات حتى هذيك الدغميره كالتعسل وغادي نضيف لها زوج ديال البيضات فقط كيف تكتليكم كيف تكتليكم بحل البصطيلة فقط تغيزو جدال البيضات او واحدة مواما لحساب هذيك الدغميره اشحال القياس يعني يمكن تضعف الكمية مواما هذي البريوات ما غاديش انطيبهم كاملين نصف غادي نطيبه والنصف غادي نخليه ان شاء الله في المجمد نهار نحتاجه وغادي نشبدو ونطيبه ما داق يبقى هو هو ما يختلفش وكيف ماشتوا هنا يا الدغميره من بعد ما وجدات طابت هذيك الدجاج حتوا وغادي نخلطهم بزوج مع بعضياتهم يعني لما نحتاج بحل البصطيلة نخليه الدغميره بوحده ودجاج بوحده خلطتهم مع بعضياتهم بجهكة اللي غادي نعمر البريوات يجيوني ساهلين وبنسبة للطريقة غادي نشارك معكم طريقة نفس الطريقة الاولى ديال البريوات غادي ندهن الورقام الفوق بالزيت وغادي نحط الحشوة وغادي نطوي البريوات ديالي وهكا تنكمل ان شاء الله البريوات كاملين شكرا 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 ومن بعد ما اكملت طيقة البريوات بالنسبة للبريوات اللي فيهم الدجاج والزيتون البريوات المالحين غادي ندهنهم بالزبدة ومع القادة الصوجة خلطتها مع الزبدة ودخلتهم للفرن على درجة حرارة مياه وثمانين حتى يطيبوا ويتحمروا والبريوات اللي عاديين اللي بالحشوة اللي بسطيلة دهنتهم فقط بالزبدة وحتى ما دخلتهم للفرن والكمية اللي بقات كيف تذكرت درتها في المجمد هاكم اللي غادي نحتاجهم غادي نجبدهم وغادي ندهنهم ونطيبهم وهذا هو الشكل النهائي بالنسبة للبريوات كيف ما كتشوفو زينتهم على الطريق يمكن تخليهم هكا قاعدين أو تزينهم بشوية الفروماج محكوك أو هالطريق قدر شوية الفروماج وقطع من الزيتون وهكا كيجي شكل ديالهم كانتمنى أنكم تجربوهم وإلا جربتوهم خليوا لي في تعليق تحت الفيديو وشتركوا في القناة إلى ما زال ما اشتركتوش وشكرا على المشاهدة